ولكن اعتمدت في التعلم اللغة على أن أكون شجاعاً بالتواصل الخجل لا يفيد يجب أن تتحدث مع الهولنديين لأن الذهاب إلى المدرسة لا يكفي لأن تتعلم اللغة الهولندية فخلال وقت كورونا حالياً أنا متطوع منذ تقريباً سنتين في منظمة إنسانية نساعد القادمين الجدود أيضاً أساعد الهولنديين الذين لا يعرفون كيف تتعامل تقديم الطلبات إلى البلدية أو ما شابه ذلك أدركت أساعد الهولنديين نعم أساعد الهولنديين خاصة الكبار في السن الذين لا يعرفون استخدام الكمبيوتر أو كيف يقدمون على طلب للبلديات الهولندية لحصول على مساعدة وأيضاً كان لي تجربة في الكون كصحفي وأرغب فعلاً أن أعمل في هذا المجال فعملت أيضاً تدريب استاجاً نسميه في هولندا الكتابة باللغة الهولندية الصحافة فتقريباً أعملت تسعة أشهر تدريب وحصلت على شهادة وهذه المقالات كانت تنشر في الجريدة المحلية في مقاطعتنا الهولندية ما هي الموضوعات التي كتبت عنها في الصحافة الهولنديين؟ أنا حاولت أن أكون صوتاً للقادمين الجدد إلى هولندا جميل يعني من خلال علاقاتي مع الهولنديين وأيضاً شبكة علاقة كبيرة مع أستمع إلى المشاكل التي نعاني منها أنا كنت لاجئ قبل أن أحصان الجنسية وأيضاً القادمين للجدد وأعرف ما هي المشاكل التي نعاني منها اشتركوا في القناة